مجدداً مرحباً من الإخوان الكرام في هذا البت المباشر الليلي إن شاء الله بعد تحليل مباراة مهدت بركان المضيفيه مطيمان بي الكونغولي برسم رابع مباريات دوريكم في درافريقية لكورة القدم المجموع سي الآن تنقيت أداء لاعبين هادس بركان في هذه المباراة بطبيعة الحالة تنقيت الأقرب إلى الحقيقة البعيد يعني المحابات البعيد يعني ربما المزيدات إن شاء الله للتنقيت في أغلب الأحيان كي يكون يعني يوازي أو يجاوره بطبيعة الحالة الحقيقة إذن بديه إن شاء الله العائل العديم بالحارس ظهر العروبي لصراحة يمكن أن نعتبره يعني ربما يعني قدم أداء متوسط في هذه المباراة يعني يمكننا نعطيها في هذه المباراة خمسة فاصلة خمسة على عشرة ببيت الحال بناء على التدخلات اللي دار وبناء نكدرك على الهدف اللي دخول الهدف اللي دخول عليه وبناء على الرتم الدفاعي اللي كان عند المباراة ما كانت شكورة في هذه المباراة باعتبار أنها كانت خسر بواحد الصفر وكان غير يدافع المهم مباراة اليوم للنسيان محمد عزيز كان سبب مباشر في الهدف طبيعة الحال ديال المطيمان بيه في دقيقة تسعة وستين محمد عزيز يعني اللي ما طلعش ما شفناش طلع في هذه المباراة نهائيا هل تعليمات المدريب هل العاية هل الجو هل السنتيتيك العشب الاصطناعي حصل على ربعة على عشراء محمد عزيز كاين إحداها ضايو اللي ما ظهرش في المباراة كل عيب يبركان لا ظهروش في هذه المباراة يوسف ضايو حصل على خمساء على عشراء كاين مقدم اللي تا هو ما ظهرش في هذه المباراة رغم يعني بعض الكورات القليلة تا هو حصل على خمساء على عشراء النمساوي اللي كان ضعيف ضعيف هاد المباراة لجاني محمد عزيز النمساوي ما يتفوقش الكرة التونائية ما يتفوقش الكرة السريعة على الأسف النمساوي يحصل على 4.5 على 10 ربعي كذلك وسط الميدان بديو ان شاء الله الناجي اللي عندوته هو يد في الهدف دير الماطيمة من بي الناجي اللي يحصل على 5 على 10 وربما ريت من الطاكتيك اللي جعل الناجي يتواضع الأداء دياله كان كذلك الهيلالي اللي كان الأداء دياله دون المستوى في هاد المباراة صراحة ومش مستويات كبيرة 5 على 10 بكر الهيلالي الكاس اللي كان ضعيف في هاد المباراة يعني حتى الكورة ما كانش يعطيها بدك الشكل اللي كان عارفو عليه الكاس تمييز فوسط الميدان ولكن ما عرفناش عاليش في هاد المباراة الكاس حصل على 4 فاصلة 5 على 10 نتمنى بتحصل الأداء ديره بطبيعة الحال الزغودي يجب أني بتاعت الزغودي عن الأنانية لاعب عنده هو أجري ولكن الأنانية قتلهم خاصوا من دامجه في اللاعب الجامعي الفرضية تقتل خاصوا من دامجه في اللاعب الجامعي الزغودي حصل على 5 على 10 هاد المباراة جبري الوطارة كي يجري ولكن نحن الخاوي ما كينوانو عاد ما زال خاصوا جبري الوطارة ما زال عاد صغير 19 سنة عاد خاصوا عاد خاصوا عاد خاصوا جبري الوطارة حصل على 5 على 10 هاد المباراة أجري حاولي يجتهد كي يجري كي يناور كي يدري بلي لا في نسي ومهندوش كي يدير كل شي ولا في نسي ومهندوش خطأ في المدريب تيفوف فيه تيفوف محرفناش ودائما مش يغيليوم هاجري يحصل على 5 فاصلها على 5 فاصلها على 5 فاصلها على 5 يعني على 10 هاد المباراة رجل المباراة عنده 5 فاصلها 5 على الأسف على الأسف وربما التاكتيك اللي يجو سي المدريب هو اللي يجعل ان عزيز المساوي يبانوا اضعف هاد المباراة ويبانوا اضعف اللاعبين في هاد المباراة ربما تاكتيك المبدريب اللي قيدوا فانت دارت تواصل معهم ونشوفوا ويش المدريب ويشوفهم اللي مكان ويش تطلعوه وعليش داك رتابة وداك الشكل اللي كانوا به فهاد المباراة مباراة حمدا العشير اه دخل دقيقة 74 مكان زغودي لا شيء ايو تكرر ولا جيد ايو تدخل رغم انه يعني كي يدخل تحرك شوية فرقنا هذا المكان لكن لا شيء ادخل العشير 5 على 10 هاد المباراة ويددار ما ادراك اما ويددار دخل دقيقة 67 بعد ما خرج وطر مهاجيم ودخل ويددار وسط ميدان دفاعي ويرجت قيخة 69 لجي BARAD comparison ويددار ايو تطويره ربو معنده شيء ايما يعني سبب فالهدف يعني تغير الطاكتين تغير تغير कين الارتباك يعين اينا مجموعة من الحوائج ايدا ويددار حيصل علياه اربعاء على عشراء فهاد المباراة ايدا اه هدو هما pressures الغيارات اللي كانوا اليوم بطبيعة الحال مباراة ضعيفة للفريق البركاني ربما اضعف واحد فهد المباراة والذي يتحمل المسؤولية هو المدرب اضعف لاعب فهد المباراة هو المدرب ليس عزيز او نمساوي او يضع وينما هو المدرب الذي يعني غامر بيناش تكتيكي كلاسيكي لم يتغير بقتابة انتفاع اتفاع لم يضمن التأهل ولكن ابقى في الدفاع ما حاول شي خرج لزال ما حاول شي خرج الاضهرة ما حاول شي تحول مربعه زوج ربعه ما حاول شي غير نهج تاكتيكي ما حاول شي دخول العيبين هجوميين اقبل العيبين دفاعيين وهو المشكلة متعادل وماهم الفارق هاد الفارق ديال ما طيما بيسبق النار غلبناها بتلاتة الصفر خارج الميدان اذا كانت فرصة مواتي للمدرب بش يزكي دك الانتصار دياله وعلى الاقل يلعب بربعه ثلاثة ثلاثة النهج اللي كانت ضربو به خريب قابة ثلاثة اللي كانت ضربو به هاد الفرقه ما طيب مهم به ثلاثة اي فارق كان اعطيوه ثلاثة زوج ثلاثة ثلاثة كان اعطيوه اذا المدرب اللي انا ربما اعتبره هو اضعف لعيفاد مبرو اتفقتوا معي من خلال التعليقات ديالك مكاملة اللي كانت يعني في موجمالي ها يعني مزيانة سبقنا طبيعة الحال لعبنا مع رجاء بنيم اللال لعبنا كذلك اه يعني بواحد اه بربعه ثلاثة ثلاثة العروبي عزيز دايو مقدم المساوي في الدفاع اه كاروش والكاسو ناجي في وسط الميدان وطراوري والعشير والزغودي في لاتاك ها هو ها هو واربعه ثلاثة ثلاثة لعبناها تدد بنيم اللال بشغل ابنا بواحد الصفر اه بطريقة 22 من سجيل تراوري الان تراوري وكذلك لعبناها قدام خريب قاو لعبناها امام هاد الفارق اصتا يعني لازم النهج تاكتيك ممكن لكش تغير سيد طريق سكيتيو مجي قديرلون هادا تبركا لعب ثلاثة خمسة زوج في الحاله هجومية خمسة ثلاثة زوج في الحالة الدفاعية او لا زوجة جوانية خدمت معها شوية او تانية بين الفرق الاخرين يعرفونا يعرفونا مع النشر اصل الحربة هاد 4 زوج خاصها كوتجو خاصها كوتجو و الكعبية لما كانش كوتجو و الكعبية لا يمكنك تغلب بها لا يمكنك انتصر بها لان رؤوس الحربة هما اللي يخلقوا الفارق الكوتجو كان يقبضوا الناس 5 و 4 اللغة ايه يجي العشير يشجل يجي الان تراولي شجل يتلعزي شجل شفتو اذا هاد الهدل يقبض لك زوج في التكتيك دي الربعة زوج اليوم ما عملنا رأس حرباني صارح اجري هي يجري غير راسو الزغودي يلعب غير راسو واتارار غي يجري اذا لا شيئة يذكروا يجبوا تغير ناشرة التكتيكة احسن وسيلة دفاعية الهجوم هجم هجم و خنخسروه مع ليش المهم ما نقوله وش اللور ما ندافعوش راه مستحيل عندك هتلعب تجوج مباراة في السيمانة وتدافع 95 دقيقة لا يمكن عارف هالطاكتيك انك بغي تدافع باش ترهق الخصم باش الخصم يعياء وتخرج وتلعب المرتدات وتشجل تصدق لك مرة ولكن ليس كله مرة تسلم ها هو جاه هداف من قدفة قوية من بعد لعبين ربعافوس تلعب ودر ناجي عزيز ودره الناجي وعزيز ومعهم بكدلك شي لاعب اخر اذا ثلاثة او ربعة لاعبين على واحد وكيشلوك يقدف من البعيد كيعطيها بزاوية ليصرها البعيدة للحارس المتعلق صراحة زوير العربية خدمنا على فهذا المباراة قبضكواري صراحة ولكن المسؤول الاكبر عند هاليد هزيمة هو سيد طارقس كيتوين نأمه ان شاء الله كين ياجه وكين حدراف يتأهله جيغدو الورقة الدولية الاثنين الاربعي صباحو خدامين معانا ايو يلعبو معانا المباراة دي الخمسز مابرة امورها ان شاء الله الرجاء البيضاوي هنا بالملعب البلدية المالدي بركان قمة كوراوية كبيرة ان شاء الله كل شي يكون في الموعد وكل شي يكون حاضر بشيشجع البورتقالي ان شاء الله من اجلي الاخد النقاط ديال الرجاء البيضاوي صباحو ثلاثين نقطة بطبيعة الحال وصدر مستمرة الى الفوز باللقب اكملنا هاد الليلة المباركة ديروا ببرتاج لهذا الفيديو في الفيسبوك والواتساب والانستغرام والتيك توك ديروا لنا ابوني القناة انا بركاني ديك الزر الاحمر ديروا جام هو دول تحت كين الصفحات المجموعات الفيسبوكات الواتساب ديالي مرحبا بكم تواصلوا معايا اي حاجة مرحبا بكم انا راني معاكم ومينكم وإليكم درنا هاد الليلة درنا التحلل التقني والمباراة ودرنا التنقيت وان شاء الله راني مازال قصارين معاكم الصفحارة مروجة واليوتيوب مروج المجموعات اذا ما كان غير بركان بركان وإلى الامام واللي يدافع يستنى يخسر معدلة سهلة لذلك دائما وابدا الهجوم احسن وسيلة للدفع اتمنى تكونوا باخير وعلى خير اذا الى اللقاء وعلى لايف الغد ان شاء الله السلام عليكم وغادي نتوحشيكم شكرا